طباط اقتصاد الصين في الروبع الاخير تحت ضغط ضعف الطلب المحلية ورسوم جمركية امريكية مؤلمة ليسجل خلال 2018 ابطأ واتيرة نمو في نحو ثلاثة عقود هو ما يكثف الضغط على بكين لتطبيق المزيد من اجراءات الدعم لتفادي طباطئ اشد حدة وقال المكتب الوطني للاحصاء يوم الاثنينة ان ثاني اكبر اقتصاد في العالم نمى بنسبة 6.4 من 10 بالمئة على اساس سنوين في الربع من اكتوبر 2021 الى ديسمبر كانون الاول مقارنة مع 6.5 بالمئة في الربع السابق وهي ابطأ واتيرة نمو منذ الازمة المالية العالمية وبذلك هبط معدل نمو الناتج المحلي الاجمالي لعام 2018 الى 6.6 بالمئة هو اقل مستوى له منذ عام 1990 انخفاضا من 6.8 بالمئة بعد التعديل في 2017